موجز لأهم الأخبار مع دينا شرف تفضل دي بشكرك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادية جاء هذا خلال اتصال هاتفي ترقاها الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لابيدا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم تبادل وجهة النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءة ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة وأوضح متحدث الرئيس أنه تم التوافق على قيام سلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقاء تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المتفونين في القدس وأكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمارات في ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأطحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجامرات والصحة المحيطة به بالتضفق المتدرك والآمن على دفعات والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد عبرت وزارة الطاقة والخارجية في أوكرانيا عن خيبة أملهم الشديد إذا قرار كندا بتسليم توربين روسي خضع للصيانة في منشأة في كندا تابعة لشركة سيمينز الألمانية إلى ألمانيا ويعد توربين ضروريا لتجهيل خط أنبيب الغاز الروسي نورد ستريم وان الذي تستخدم شركة جازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي ودعت الوزارتان الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها مشيرة إلى أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل للعقوبات المفروضة على موسكو بما يتوافق مع أهواء روسيا أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ترشحة لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع وبهذا تنضم تراس إلى عشرة مرشحين آخرين في الصباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالغالبية في مجلس العموم قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكر يوميسينجي بأنه سيستقل يوم الأربعاء المقبل كما أعلن في الصابق يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه قادة حركة الاحتجاك في سريلانكا أن المتظاهرين سيظلون داخل القصر الرئاسي ومقر رئيس الوزراء ولن يوادروا إلا بتنفيذ استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وأكد قادة الاحتجاجة في بيان إنهم لن يتراجعوا عن الحركة الاحتجاجية ولن يكتفوا بإعلان نية الرئيس ورئيس الوزراء التنحي فاز الاتلاف الحاكم المؤلف من الحذب الريبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق شينزو أبي بأكثر من 75 مقعدا من بين 125 مقعدا في انتخابات مجلس الشيوخ هذا وتنظم الانتخابات كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقعد مجلس الشيوخ ال248 وأبات الاتلاف الحاكم يملك الآن غالبية تؤهل لتعديل الدستور السلمي من أجل تعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدولية وهو هدف سعى إليه شينزو أبي منذ زمن طويل من جانبه أقر كينيتا إيزومي زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض بهزيمته ختم موجز التاسعة ونعود مرة أخرى إلى زميلي محمد لاستكمال باقي فقرات سبع خلية مصر